اهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج محطات سياسية ونقف اليوم في محطة لبنان البلد العربي الغارق في وحل الازمات الاقتصادية والسياسية ازمات وتليها ازمات بسبب السياسة التي تنتهجها لبنان او بالاصح حزب الله المدعوم من ايران تجاه المنطقة ازمات اوصلت هذا البلد الى اعلان افلاسه لكن بعد القطيع الخليجية عقب تصريحات وزير الاعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي المسيئة لدول الخليج العربي باعتبار الهجمات التي تشنها الميليشيات الحوثية على اراضي خليجية مشروعة تحت بند الدفاع عن النفس تعود العلاقات للانفتاح مجددا من بوابة سعودية فهل تنتهي الازمات السياسية والاقتصادية في لبنان عما قريب؟ هذه الاسئلة واخرى نحاول ان نجيب عليها بعد مشاهدة هذا الفيديو التعريفي الخاص بحلقتنا